اشتركوا في القناة الآن نختار من الأعلى التطبيقات المصغرة نضغط هنا الآن نبحث عن خيار Assistive Light نسحب الشاشة حتى نجد Assistive Light هنا هذا الخيار نضغط عليه ضغطة مطولة ونتركه هنا الآن فقط كل ما علينا هو أن نضغط على المساعد نضغط عليه ضغطة واحدة فستجد أن في فلاش الكاميرا قد عمل على أنه كشاف وأصبح لديك مصباح بدون استخدام أي برامج تحياتنا اليكم دمتم وخير